متابعي قناتكم اليوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة نموذج جديد من لمزج الذكاء الاصطناعي والنهاردة هتكلم عن موقع جينيس بارك هو عبارة عن AI Assistant وكمان هو عبارة عن AI Search Engine ممكن تستخدمه كمحرك بالذكاء الاصطناعي لكن النهاردة هنحتكلم فيه عن جزئية واحدة فقط لو عايز تعرف اكتر عن موقع النهاردة وهو موقع جينيس بارك تقدر تشرفنا على قناة InfoTek4U او مساعد بالذكاء الاصطناعي وازاي تستخدمه في عمل Assignment او ازاي تستخدمه في عمل Article او في عملية البحث العميق او Deep Research لكن النهاردة انا هركز على جزئية واحدة فقط ودي اكتر جزئية بيهتم بها متابعي القناة وهي توليد الصور واستغلال نماذج الذكاء الاصطناعي اللي موجودة داخل هذا AI Assistant في توليد الصور وصور احترافية وبيستخدم العديد من الموضلز اللي هنعرف عنها النهاردة الجزئية بقى المهمة جدا واللي هتعجبك جدا ويا ريت تستنى معنا لحد اخر الفيديو عشان اقولك ازاي تحصل عليها هو ان انت عندك امكانية في الحصول على عشرين شهر مجانا وتحصل على البلاس بلان بشكل مجاني تماما بطريقة اللي انا هقولك عليها في اخر الفيديو فتابعنا لحد الاخر لان الفيديو نهاردة ان شاء الله هيعجبك بشكل كبير جدا تحوش في اي حتة هنرجع لكم مرة تانية يلا بينا نروح نشوف موقع جينيس بارك ونركز على الامج جنريشن وتوليد السور بازدكاء الاصطناعي من خلال هذا الموقع بعدة نمازج اول حاجة هتعملها ان انت هتروح للرابط الموجود في الوصفة اس في الفيديو علشان تخش على موقع جينيس بارك واول ما هتخش على موقع جينيس بارك هتلاقي في حاجة عندك اسمها ايجنس والايجنس في بيزيك ايجنس وهي الجنرال شات اللي هو عملية الشات العادية زي موقع مثلا شات جي بي تي لكن هنا في مكتشر او ايجنس مجموعة من النمازج المختلفة في عملية الشات وفي ترانسليشن وفي جزء متعلق بالأدفانسد متقدم شوية له علاقة بالديب ريسيرش او البحث العميق الحاجات دي لو انت عايز تعرف عنها اكتر زي ما قلت لك تقدر تروح للقناة الاساسية مشروحة بالتفصيل النهاردة انا هركز على جينريت ايميج فهروح هدوس على جينريت ايميج وهنا في جينريت ايميج هو مستخدم فقط لتوليد الصورة اسمها مكتشر او ايجنس وهنا تقدر من ضمن نمازج جتير جدا بتستخدم في توليد الصورة تستخدم هذا النموذج هتلاقي عندك فلوكس بوينت وان ديف من النمازج الهيلة عندك فلوكس بوينت وان شنيل ايضا جيد عندك فلوكس بوينت وان برو ألترا عندك ايديو جرام وعندك ريكرافت وعندك دال اي وحنا هنجرب كل النمازج دي علشان تقدر انك انت تقف معي على ايه افضل نموذج كان عاطي نتائج كويسة ايضا بالنسبة لريميكس عملية الريميكس وعملية الريميكس انت بترفع صورة وبتبتدي ان انت تضيف عليها او تعمل ايدت عليها تطلع صورة تانية فيه الاوتو برومت ممكن هو يكتب لك الامر بالطريقة اللي هي فيها انهانسمنت او تحسيل لجودة الامر ايضا على اوتو ستايل حلاقي ستايلز كتير رياليستيك كارتون اويل بينتنج انيمي ووتر كالر بالنسبة بقى للاوتو سايز واللي بتهمنا اكيد ويتهم ناس كتير هو تولد الصورة بالابعاد اللي انا محتاجاها في عندك تسعة لستاشر في عندك اتنين لتلاتة في عندك واحد لواحد في عندك ستاشر لتسعة كل الابعاد موجودة عندك ونبتدي مع بعض نجرب وهنا الاوتو برومت مش هفعله وهنا الاوتو ستايل ممكن اخليه اوتو ستايل ويلتزم باللي موجود داخل الامر مثلا سينيماتيك تعال نجرب اوتو ستايل والاوتو سايز اخليه ستتاشر لتسعة وهنا هبتدي احط الامر الاوامر دي قدر تجيبها من اي نموذج ذكاء اصطناعي ممكن تجيبها منه يعني شخصيا من الاي اي شات تقدر انك انت تقوله ديني اوامر مختلفة بستايلز مختلفة هو هيديك هذه الاوامر انا هنا الاوامر بس عشان اجرب الموديلز هنا ده اول امر معي امر كده العلاقة بصورة عن الطبيعة ماونتن وسانرايز والشوق الشمس والجولدن سانلايت الاشعة الزهبية بتاعت الشمس وهبتدي اقول له انتر وتعالى نشوف النتيجة اللي همنا طبعا السرعة السرعة بتاعته انا جربتها مش بطلة جيدة الحاجة التانية الجودة بتاعته بالنسبة الديف من المفترض ان اي صورة هتعملها بديف برا هتديك نتيجة كويس احنا بقى هنشوف هنا النتيجة بتاعت الصورة عاملة ازاي هنا اعطاني اربع صور بفلكس بوينت وون ديف وهنا هبتدي اختار مثلا افضل صورة ايه هي اربع صور كويسين وفي الاخر ببتدي ان انا اعمل داون لود للصورة تعالى ناخد نفس الامر ده زي ما هو كده كوبي وحبتدي اروح اعمله بي ايجنت تاني وليكن مثلا الايجنت ده شنال حبتدي احط الامر والاوتو سايز هنا خليه برضو 16 لتسعة وخليه التزم بالامر هشيل اللي تشك من على الاوتو برومت وابتدي اعمل انتر ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي باستخدام شنال ده فلكس شنال فلكس شنال حالو برضو فلكس شنال من المفترض انه هو يعني الكوالتي بتاعته اقل شوية من الدف ومع ذلك اعطاني نتائج حلوة تعالى نجرب نفس الامر بتاعنا ونجرب موضل تاني وليكن اللي كان محتل المرتبة الاولى في فترة من الفترات كان ترندي جدا وكان الكل بيستخدمه في انتاج الصورة بالذكاء الاصطناعي تعالى نشوف مع بعض الانتاج بتاعة وعمل ازاي هنا حيولد لي اربع صور بالريكرافت واخد وقت شوية ريكرافت رائع جدا زي ما انتو شايفين الانتاج بتاعه وعمل ازاي حاجة في منتهى الجمال انا انصحكم ان انتو تستخدموا ريكرافت تعالوا شوف بقى ايديو جرام اخباره ايه ايديو جرام بقالنا فترة كده ما بصناش بص على ايديو جرام وهنا هو هيستخدم الاصدار التاني ايديو جرام 2 انا بلاحظ ان هو الصور اللي بياخد وقت طويل شوية فيها في تولدها اعتقد او لو كان النهج بتاع النموذج يعني ان هو ياخد وقت في تولد الصور بحس ان النتيجة بتاعتها بتكون احسن يعني تعالى مثلا نبص على ايديو جرام انا في تركيزي في الوصف انا مش بركز على الشخص اللي موجود انا بركز على الطبيعة بص هنا جودة الصورة طب نفترض ان انت مش عايز الشخص اللي واقف هناك ده اللي ملامحه اصلا مش باينة هناك خالص بتروح على كنفا وتعمل اريز لاي حاجة انت عايزها جوه الصورة نشوف ده الايه كده حيديني ايه ده ده الايه لو خدت بالكو ده الايه مهتم مهتمة قوي بالالوان واللايتس بس لا يعني انا شايفة ان افضل موضل على الاطلاق هو بعد يجي ايديو جرام تعالوا نجرب حاجة تانية كده وهعمل هنا اوتو برومت عشان هو يزبط لي الامر وهنا هستخدم ريكرافت والاوتو ستايل حسيب الاوتو ستايل ممكن اخليه رياليستيك وهدوس انتر هنا انا فعلت الاوتو برومت علشان هو يزبط لي الامر I will generate four different prompts هيولد اربع اوامر واختار ما بينهم يعني انا لما فعلت الاوتو برومت هيولد اربع اوامر واختار ما بين هذه الاوامر هنا وليد لي اربع صور رائعين بصراحة بص جودة الصور والتفاصيل اللي موجودة في الصور عاملة ازاي يعني وفتحت صورة زي دي بص الصور قد ايه يعني رياليستيك رياليستيك واقعية جدا ده بالنسبة لي كرافت فيرجان ثري اللي انا بعتبره في المركز الاول بعد كده ايديو جرام 2.0 يعني هما اللي التين لو اكتر التين عجبوني بصراحة نيجي بالي الجزء التاني من الفيديو الجزء التاني من الفيديو اللي قلت لكم في الاول استنوا الاخر عشان اقول لكم ازاي تحصلوا على لحد عشرين شهر بشكل مجاني تستخدم البلاس بلان البلاس بلان عشان تحصل عليها هتبقى من خلال invite friends now بتروح تدعي الاصدقاء وزي ما انتم شايفين كده هتلاقي انا خدت شهرين دعيت two friends او اللينك بتاعي اشترك منه two friends فبالتالي بقى عندي شهرين استخدمهم بشكل مجاني وانت تقوم بتعمل الموضوع ده والحد قديه والحد عشرين منص تقدر انك انت تدعي عشرين شخص والاهم حاجة الشخصي لازم يدوس على اللينك ويبتدي يسجل هو كمان في الموقع يعني مش هيدوس على اللينك وخلاص لازم هو كمان يسجل لما بيسجل بيتبعتلك على الايميل بتاعك بيقولك ان ده الرابط دوس عليه هتلاقي نفسك حصلت على البلاس بلان وفعلا ده اللي حصل معي فحبيت ان انا اشارككم الجزئية دي وهنا انت بحصولك على البلاس ممبرشيب او الخطة البلاس حتقدر تأكسس نيو فيتشارز الناس اللي بستخدمه في السرش اكسس لكل اي 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 جنس اكسس للليتست ايمي جنريشان لو حفيه موضل جديد حيتضاف تقدر ان انت تأكسس عليه يعني استفيد حاول تستفيد من هذي الجزئية عشان الرابط يظهر عندك اللي انت حتدعو به الاصدقاء تاخده كابي وتدعو به الاخرين اللي بيحصل ان انت بتدخل رقم تليفونك وهو بيبعتلك كده انت بتبدي ان انت تفعل به هذي الجزئية عشان يظهر لك اللينك حكبت برضو ان انا اكد على هذي الجزئية وهنا نكون وصلنا نهاية الفيديو اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم زي ما قللك في نهاية كل الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش اللايك والشير والكومنت دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته